اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة جهود العمل في عدة ملفات وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة بهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي لكونه يمس حياة المواطنين كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشاملة وخلال الاجتماع غرض محمد شاكر وزير الكهرباء والجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات الاستراتيجية والتنمية وكذا انشاء المحطات والمحولات والتطوير المتواصل للشبكة القومية للكهرباء لافتا إلى أن ذلك التطوير ساهم بشكل كبير في تقليل حدة الانقطاعات لا سيما في فصل الصيف مع معالجة الأعطال بشكل سريع وفاعل كما تناول الوزير أبرز الخطوات التي تتم بملف جذب الاستثمارات في مجال الطاقة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات خاصة في مجال الطاقة المتجددة